السلام عليكم خوتيخياتي اليوم كما ركتشوفو رانا في منصة وزارة التربية الوطنية رح نترقو الى طريقة التسجيل في المنصة لان بعض الاشخاص على بلهم هم سجلوا لكن في الحقيقة هم ما قاموش بالتسجيل وحن بيهن لكم هذا الشي لانه حنقول لكم كيف اشتركوا باللي سجلتوا وكذلك بعض الناس اصروا هم مشاكل في التسجيل ما عارفوش كيفش يصيروا الاخطاء الي وقعوا فيها رح نترقو لها كذلك رانا رايحين نشوفو كيفش نتبعو الحساب بتاعنا والتسجيل والملف بتاعنا كيفش روح يكون هنا في البداية احنا نبدو اول شي هنا كما رانا نشوفو ندخلو للسيت نكتبو توظيف.education.z نخرجو ديراكتما في وزارة التربية الوطنية المنصة التسجيل في المنصة يكون منا في ذيك العلامة الخضراء بعدين اكيد حنوافقوا على جميع الشروط هذه اول خطوة اللي حنديروها التالي كنت شوفو هذه تفاليدات كتلونتها بالاخضر بعدين عندنا الترشح الترشح نديرو مديرية التربية الترقية والمادة بالنسبة بالنسبة للولاية لازم نديرو كنت في الجزائر الشرق ديري الجزائر الشرق لأنه إلا كان درتي وسط أو غرب حيخرجو لك بلديات أخرى يعني هنا هذا أول مشكلة اللي طاحوا فيه بزاف ناس هنا بالنسبة للمرحلة الثالثة الحال المدنية والعائلية هنا بالنسبة للمعلومات فقط ملؤ المعلومات بدون أي أخطاء بالنسبة للملف عندكم طريقتين إما تسكنوها عن طريق الانبخيمانت أو هذه الطريقة السهلة جدا تقوموا بتصوير الوثائق لهما وثيقتين فقط بطاقة الإقامة وشهادة والشهادة هنا ندخلوا جي بي جي ونبدأوا سيلكسيوني الإيماج كما لا نشوفوا وبعد كونفرتيغ ونبدأوا أكيد بعد ما نكونوا صورناها ونكونوا قطعنا لها يعني هذوك الزايدين فقط بالهاتف وهنا كذلك وبعد بعدين نحملوا كامل الملفات نديروا تحميل الملف هنا بالنسبة لبطاقة الإقامة ثانية هذه خاصة بالذكور هنا تكونت فاليدات المرحلة الثالثة بعدين الشهادة بالنسبة لشهادة كما رانا نشوفو الميدان هنا كما قدرنا على ليسانس الميدان الفرع والتخصص ما خرجونا هناك مشكلة لأنه إلا خرجلك هكا ما قدرتيش تعمري في بلاسا عرفي بلي كين مشكلة لخطش في الآخر بعد ما تكملوا كامل المعلومات ديها ولكم تدخلوهم رح يقعد يدور في الفيد يعني ما تدخليش في الحساب ديالك ما يدخلكش في الحساب بتاعك ديغاك توما هنا بالنسبة للشهادة عندنا الرقم الرقم كين لبزاف اللي جاتهم رقم الكلية ورقم القسم رقم القسم ورقم الكلية هو نفسه هو نفسه تحطوا الرقم الأول فقط ما تحطوش السنة بالنسبة للتاريخ الشهادة هو تاريخ محظر جلسة المداولات يعني ويتلقاوا محظر للجنة تم تعمروه هذك التاريخ الجهة المانحة أكيد الجامعة بالنسبة للشهادة نحملوا الملف الملف اللي يكونوا غيرنا له الاسم التاعو يعني كتبنا فيه شهادة كبش ما نغلطوش به معه هنا أخوتي أخياتي بعد ما تكونوا سجلتوا تدخلوا في الحساب ديالكم أكيد حيطلبوكم الإيميل كذلك حيزدوا يطلبوكم الكلمة السر ووحد الرقم هو يحطوه لكم على الجانب إذا ما قدرتوش تدخلوا يعني خطرة وثنين وثلاثة وربعة يعني ما قدرتوش تدخلوا هنا أكيد راوكين مشكل فوش تديروا بش تتأكدوا كتبوا الإيميل تاعكم لبط إيميل وبعدين كتبوا لقد نسيتوا كلمة السر هنا إذا كان بعتولك أكيد قالوك بعتنا لك الكود حداخر تقدري تعودية تريكيبيريهم لبط جيميل وإذا كتبو لكم هذا الإيميل غير موجود فهنا أكيد أنك ما سجلتش فعاودي عاودوا التسجيل هنا أكيد حندخلوا الحساب نعرفو حالة الملف تعنا أسكي هو مقبول أو مرفوض والأغلبية ما جاوبوهمش ويكتبو لك قيد المعالج هنا الدخول في حسابي نكتبوا اسم المستخدم وكلمة السر نزيدوا هذا الرقم اللي هي طوهنا على الجانب ندخلوا مباشرة في الحساب هنا نخرجوا في فرز من التسجيل عندنا من خمسة إلى عشرة سبتمبر الفين وتلاث وعشرين التسجيل والإيداع الإلكتروني يعني مننا حتى العشرة سبتمبر اليوم 13 سبتمبر الإشهار قوائم الترتيب الاستحقاقي النهائي للمترشحين المقيمين في نفس البلدية يعني من 13 إلى 13 سبتمبر رح يكون توزيع فقط بالنسبة للتاريخ القبول أو الرفض رح يكون 11 سبتمبر أو 12 سبتمبر يعني 11 أو 12 سبتمبر رح يكون تاريخ القبول أو الرفض يوم 13 سبتمبر فقط توزيع القوائم حسب البلديات يوم 16 إشهار القوائم المتضمنة توزيع المترشحين مقبولين على المؤسسة التعليمية يوم 17 استدعاء المترشحين مقبلين للالتحاق بالمؤسسات بالمؤسسات هنا ندخلهم يلفي وراح نعدلوا عليه رقع الأشياء النقصين لماذا درناهم شولا نعودون نتحققوا منهم هنا شوفوا يعني هنا كان عندي خطأ فهنا قمت بالتعديل هنا شوفوا في التعديل الفرع هنا مثلا ما كانش فيه فنعودوا نصحوه ونضيروا حفظ بعدين نخرج لك هذا المساج هل ترخبوا حقا في التعديل بيانات ندروا متابعة وعندنا تم تحديث البيانات بنجاح بعد التعديل نروح نشوفوا حالة الملف والنتائج حالة الملف جاري دراسة الملف يعني الملف هو قيد المعالجة أنا أعتقد أنه بالنسبة لتاريخ إعلان نتائج يكون يوم 11 و 12 من شهر سبتمبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة